كنا قلنا خبر الحلقة اللي فاتت عن الخماس الحديث وطبعا بنهاية كل سنة الاتحاد الدولي الخماس الحديث بيأمل حفل توزيع جوائز السنة اللي فاتت كنا حصلنا على خمسة من اتناشر حصلنا على خمس جوائز بينزحوا احسن لعب بقى و احسن لعب ناشئ هقول لكم انا دلوقتي و احسن مدرب و احسن منتخب و احسن اتحاد يعني تقليد عمله الاتحاد الدولي الخماسي وهي افضل و اهم الالعاب الالومبية على الاطلاق لانها خمس العب في بعض كمبو طيب الاتحاد المصري او الخماس الحديث المصري تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي وده اللي انا قلته مش احنا ما بنهزرش اتحاد الخماسي من اتحاد الشغالة وده وضع طبيعي طيب ايه الجوائز خلينا نقول لكم الجوائز حصلنا على ستة من خمستاشر ستفى كانوا اتناشر فالتحاد الدولي جدد او عمل تلت جوائز جداد بقوا مجمل خمستاشر جائزة منتخب او اتحاد او اللعبة في مصر يعني بنتكلم تقريبا في حوالي خمسين في المية لا اقلش اربعين في المية اربعين في المية من الجوائز وحصل اتحاد المصري برئاسة مهند شريف ارياد رئيس الاتحاد المصري ونقى برئيس اتحاد الدولي على جائزة افضل اتحاد طيبا دي للسنة التانية على التوائي وفريق في العالم لعام 2020 وكمان كسب مهند شعبان جائزة افضل لعب في العالم 2020 مناصفة مع البطل الانجليزي جوزيف تشونج وحققت ملك إسماعيل جائزة أفضل لعبة ناشئة تحت 21 سنة وكمان جات فريدة خليل وفازت بجائزة أفضل لعبة شابة تحت 17 سنة وحصل جوائز يعني وحصل جويت خور المدير الفني المنتخب مصر عجزة أفضل مدير فني في العالم سمعيني الجوائز عملت زي يا جماعة وكمان حصل جهاز الفني المنتخب مصر عجزة أفضل جهاز تدريب متكامل للعام الحالي والمكون من جويت خور المدير الفني ومحمد الصباحي مدرب السلاح وطارئ النوهي مدرب السباحة وياسر عصر مدرب الفروسية وأحمد سلامة مدرب الرماية وشمس المال مدرب الجاري زي ما قلت حضراتكم مصر السنة الفاتة حصدت 5 جوائز من أصل 12 السنة دي حصد 6 من أصل 15 وخلينا أوريكم أن دي كلها مؤشرات إن تماشي صح ولولا اللعبة دي في أولمبياد باريس 22 ما كناش قفزنا القفزة دي بالفضية بتاعت الجندي لولا الفضية دي كان زمانا هنبقى موقفنا في الترتيب المكانش جايد انت عارفين طبعا مداليا فضية تعادل انفينيتي أو لا نهائي من المداليات البرونزية ونفس الوضع بالنسبة لمداليا دهب لو خدت مداليا دهب واحدة تساوي انفينيتي لا نهائي من المداليات الفضية يعني انت لو خدت ألف مداليا فضة وخدت مداليا واحدة دهب فانت تسبق كل الدول اللي خدت ألف مداليا فضة فالنهار ده مداليا بلون عالي بتضمن لك ترتيب جايد في الجدول مهم جدا السنة الجاية نلعب على مداليات وألوان أفضل من البرونز محتاجين دهب محتاجين دهب محتاجين دهب والدهب ده ممكن يجي من خلال ألعاب مش معروفة الخماسي منهم رافع الأثقال منهم يا رب بس يحفظهم من موضوع المنشطات أنا بقلق جدا من رافع الأثقال في موضوع المنشطات الجود ممكن منهم عندك كمان ألعاب القوة لا يمكن بعيد السلاح السلاح حلقتنا كانت على السلاح الحلقة اللي فاتت ممكن يجيب لك مداليا دهب يعني أصدق لك مهم جدا تجيب دهب بالذهب هيخليك تسبق كل الدول اللي واخد فضل برونز بس فمهم جدا نعلم اللون بتاعنا ان شاء الله ويبقى دهب السنة الجاية او الولمبيات اللي جاية وبيني وبينكم انا دائما بحط ايده على قلبي ليه لانه انت الولمبيات بتبقى المنافسة شرسة جدا وواضح ممكن لعيب يبقى موفق ولعيب مش موفق لعيب تصاب قبل البطولة بشوية فمحتاج انت قاعدة كبيرة ونجوم كتير عشان في الاخر تخط عدد مجاليات مناسب